المسح الزري فكرته بوساطة أن عضة القلب دي عضلة بيغزيها مجموعة من الشريان الشريان دي بتمدها بالدورة الدم الكافي تغزية طبعا التغزية بتاعتها عشان تكون كافية لارتواء العضلة وتشتغل بالصورة الطبيعية يعني لما يكون فيه ديق في الشريان من شريان القلب أنا هنا ما بقدرش أشوف الشريان بنشوفه بقى عن طريق المسح الزري زي وبنعرف إن فيه ديق في هذا الشريان إزاي إن إحنا بنحق المادة مشعة المادة دي بتمشي في الدم وتروح تتركز عند القلب لإن أي مادة بتتحين في الدم بتمشي مع الدورة الدموية والعضلة القلب بتاخد المادة دي وبتتركز داخل حجرات القلب أو داخل الجدار بتاع القلب لو أنا بعد ما حقنت المادة دي جيت صورت عضلة القلب عن طريق كاميرا معايا اسمها جامعة كاميرا بشوف من خلال الكاميرا دي تركيز المادة المشعة اللي أنا حقنتها دي في أجزاء القلب المختلفة لو إحنا لقينا المادة المشعة دي في جزء من القلب مش وصلة كويس أو تركيزها مش نورمال مش طبيعي ده معناه إيه؟ معناه إن الشريان اللي بيغزي هذا الجزء في دي لأن ما قدرش يدي الدم الكافي في الجزء العضلة ده وبالتالي هذه المادة المشعة لم تتركز بالصورة الكافية في الجزء ده فبقول إن الشريان ده في قصور يعني الشريان اللي بيغزي هذا الجزء من العضلة في دي إذن هنا الفكرة ببساطة إن أنا بحقن المادة ومن خلال الكاميرا بشوف تركيز المادة في أجزاء القلب لو لقيت جزء من العضلة مش وصله المادة المشعة دي بالصورة الكافية بعرف بطريقة غير مباشرة إن جزء ده مش وصله دم كويس وبالتالي الشريان اللي بيغزيه في قصور أودي فهي مهمة جدا لتشخيص أمراض الشريان التاجي مش بس كده أنا بعرف بيه حاجة اسمها حيوية العضل كالفيابيليتي هل الجزء ده نشاطها هل هو جزء ده جزء تلف خلاص ما عادش فيه لسه نوع من أنواع إن هو يرجع تاني يشتغل بصورة كافية واللي خلاص جزء حصل فيه تليف وتلف فهي مهمة لتشخيص حيوية العضل إذن مسح الزاري فحص مهم جدا لتقييم قصور الشريان التاجي وعايز أقول إن هذا الفحص رغب إن هو مكلف شوية لكن حساسيته عالية جدا في إن هو يشخص أمراض الشريان التاجي أكتر من رسم القلب المجهود وأكتر من حاجة زي الموجات الدوية المسح الزاري فحص مهم بيشخص أمراض الشريان بصورة حساسة السنستيفتي بتاعته عالية جدا وهو يعتمد زي ما قلنا على حقن المادة المشاعة ونشوف تركيزها في جدار القلب بعد ما بنحقن المادة دي مسح الزاري بنسمع عنه في مجالات كتير يا دكتر يعني الناس كتير بيعملوا أشعاد بمسح الزاري هل مسح الزاري للقلب هل ده مثلا نوع معين دقيق للقلب ولا ده زي وزي المسح الزاري العادي بيختلف شوية طبعا كل مسح الزاري بنشوفه طبعا في أمراض الغدى أمراض كتير لكن طبعا هو الفكرة تكون متشابهة لكن بتاع القلب بيختلف شوية في أننا المادة طبعا هي سابغة برضو بتبقى فيها بس طبعا ما بتقديش لأي مشاكل أو حاجة ما فيش تخوف منها يعني مش عايز حد يدى منها وبيتم برضو ممكن ساعات أثناء الراحة بيتم على مرحلتين مرحلة أثناء الراحة ومرحلة أثناء المجود عشان يشوف حيوية العضلة وكفاءتها